اشتركوا في القناة رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وخلال لقاء أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده على الدوام من تقدم وتطور على كافة الصعود بفضل التنسيق والتعاون المشترك لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهم الشقيقين كما أشهد جلالته بالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح في تعزيز العلاقات البحرينية الكويتية وجهوده في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وأكد العهد العهل المفدى على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في مملكة البحرين ودولة الكويت بما يعزز ويتعام علاقاتهما الأخوية في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر